اشتركوا في القناة اذا تحط فيها ملابس نجسة تتنجس شلون لأن هالغسالة هذي شو تسوي هذي فلان من الناس ثوبة فيه دم وحطها في الغسالة وسكر الباب هذي توصل الى ماء الى حد محدود ويوقف الماء يوقف ما تبرح النجاسة موجودة في الثوب اذا قام الدور يقصر الثوب يروح الدم يروح الدم يقول هذي تالي الماء ينكت ويجي ماء جديد الماء الجديد هذا اللي يجي يوصل الى حد محدود خوب الباقي من الغسالة يوم افترت قفر عليها نجاسة من اول تنجس فوق واذا وصل الى حد محدود والماء صار كله نجس اذا وصل الى حد محدود ماء طاهر وتالي اغلقت يعني اكتفت بالماء اذا اشتغلت ثانية اتصرت بالمكان المتنجس والماء هذا قليل فيصير تنجس فيصير الملابس كله ناجس اذا بتحطها فيها الغسالات لازم تحط الملابس طاهرة لازم تحطها طاهرة او لا حطها ما يخالف حطها لانتو حين النجاسة تمد الهز وطهر الغسالة بماء متصل طهر الغسالة بماء متصل وطهر ايضا الملابس وياها هذا نعم يقول هذا الماء مشبوخ بها متصل متصل بس ما يوصل الى الحد العلوي من الغسالة اذا طفرت الغسالة وهي تشتغل طفرت على الجدران من فوق تتنجس اتخذ الحذر منها بارك الله فيك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة